أين يكمن الخلاف التركي مع روسيا من وجهة نظر أنقرة برأيك؟ يعني يجب أن نربطها لعدة أسباب وليست فقط سبب واحد يعني هذه الخلافات منذ فترة طويلة وليست بجديد ولكن ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل قوي جدا لذلك يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء ونجد بأن فعلا هناك تضارب في آراء وفجوات كبيرة بين وجهة النظر التركية ووجهة النظر الروسية ولكن مع كل هذا ليس من الأمر السهل على روسيا وحتى على تركيا تتخليان عن بعضهم البعض لأن لابد فتح حوار جديد وحتى اتفاقيات جديدة حول سوشي لأن إذا أخذنا بين اعتبار تصريحات رئيس الجمهورية التركي قال بأن هذه الاتفاقيات انتهت يعني لن تقول ساريا لذلك نحتاج إلى اتفاقيات جديدة حول إدلب خاصة ونجد أيضا في نفس الوقت هناك وفد الآن غدا سوف تكون في أنقرة وتجمع من وفد روسي من الخارجية والعسكريين وزارة الدفاع وسوف تناقش مع الحكومة التركية حول مسارات جديدة واتفاقيات جديدة حول إدلب خاصة علما بأن الفجوة إذا لحظنا فعلا كبيرة جدا بين الطرفين ولكن كما أشرت قبل قليل لابد فتح حوار وحتى اتفاق جديد لأن الطرفين مجبرين على هذا الاتفاق الجديد لحماية مصالحهم والسنين يحتاجان بعض ما البعض أكثر مما كانت عليه سابقا يعني الآن نجد بأن التطورات الأخيرة وتداقل الدول ومصالح الدول في الملف السوري تجبر روسيا وتركيا أن يتحاوران ويتفقان مع بعض ما البعض مرة أخرى